أكدت السفيرة سوها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية أن مصر على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية لتحقيق فهم أفضل لكيفية نمو المدن والقضاء على العشوائيات جاء ذلك خلال المشاركة عبر الفيديو كونفرنس في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن حول العلاقة ما بين الحضر والمرأة والسلم والأمن حيث تم استعراض دور مصر إفريقيا ودوليا في الدفاع عن حقوق المرأة وجهود تمكينها في مجالات السلم والأمن وأشارت السفيرة سوها جندي إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمناطق الريفية مع تركيز فزاة السياق على المرأة لرفع مستوى تعليمها وتمكينها وتقديم الخدمات الأساسية لها هذا وقد حرست رئيسة الجلسة على تقديم الشكر لمصر على جهودها في هذا الصدد وما تقوم به دعما للمرأة الإفريقية